أخرجت الشرطة الصينية أفعى من فصيلة الكبرى الملك بطول مترين وسبعين سنتيمتراً من داخل محرك سيارة في أقليم يونان بجنوب غرب البلاد وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن سيدة رصدت الأفعى وهي تسحف على الطريق حينما كانت تقود سيارتها برفقة عائلتها لكن ما لم تتوقعه هو أن الأفعى اختارت سيارتها لتكون مأوى لها لتلك الليلة وبعد استنجاد المرأة بالشرطة نجح ضباط في إخراج الثعبان من المحرك باستخدام زيت طعام وقال قائد شرطة الموارد الطبيعية بالأقليم شين جيانج إنه جرت معالجة الأفعى من جرح طفيف وبعدها تم إطلاقها في البرية موسيقى